طلبة وطالبات الثانوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم الثاني 0163-56-296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة طلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 55 سبعة الخير على كل طلابنا الأعزاء سبعة الخير على كل مدرس اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي يتبقونا واللي إحنا كالعادة من السنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا في مادة اللغة العربية للسنوية العامة مستر محمد عطية سبعة خير مستر أهلا مستر صباح خير مستر نور الدنيا واتشرفنا في الحلقة الجميلة ربنا أخليك نتكلم عن طلبة عقلية النهاردة النهاردة إن شاء الله يا شباب هنأخذ الوحدة الثالثة في النحو تعرفين طبعا نحو سبعة وحدات النهاردة إن شاء الله هنتكلم من الأفعال النسخة في الوحدة الثالثة بإذن الله وهنعرضها إن شاء الله بالنظام الحديث زي ما موجود كده في كتاب مدرس على الهو تمام نستهزل فرصة مع وقعد كده طبعا قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ده يعتبر أول ظهور للكتاب مدرس على الهو وطبعا نحن عاملين كتابين زي ما أنتم عارفين في كتاب خاص بالمواد العلمية تمام وده بيشتمل على مادة فيزيا، كيميا، أحياء، جيولوجيا، رياضيات بالإضافة للخمس لغات طبعا إنجليزي، عربي، فرنساوي، ألماني، إيطالي تمام ده بالنسبة للكتاب اللي هو الخاص بالمواد العلمية الكتاب الخاص بالمواد الأدبية وده بيشتمل على المواد اللي هي غورافية، تاريخ، علم نفسه، اجتماع، فلسفة، ومنطق بالإضافة طبعا للخمس لغات طبعا إنجليزي، عربي، فرنساوي، ألماني، إيطالي طبعا بالنسبة للكتاب ده لو أنتوا شايفين معنا كده يعتبر فيه كم من الصور دول يعتبر صور المدرسين اللي هم قاموا بإعداد الكتاب ده ومعنا طبعا كم كبير جدا من المدرسين اللي هم يعتبر مستشاري المواد التعليمية المختلفة معنا فيهن في البرنامج وطبعا هنستهزن الفرصة طبعا عشان معنا مستر محمد عطية أحد مؤلف الكتاب في اللغة العربية يدينا نبزة سريعة عن الكتاب وطريقة عرض الأسئلة والاختلاف بينها وبين السنوات اللي قبل كده مستر محمد فضل هو الكتاب كده جماعة باختصار كتاب كتاب مميز جدا لأنه هو ماشي على النظام الحديث اللي احنا عارفينه أو الوزير بيتكلم عليه مراعي فيه كل الفروف فردية بين الطلاب الأسئلة فيها أسئلة متوسطة فيها أسئلة بتاعت أعمال فكرة شوية طبعا خطط أو مؤلف الكتاب دوت أو الناس اللي ألفوا الكتاب يعني من الناس الأكفاء جدا في المواد العلمية المختلفة نتمنى أن أنت تتدرب على الأسئلة دي لأن الحل الكتير هو إن شاء الله يكون أفضل طريق لك بإذن الله حلقة موفقة إن شاء الله وسلم طبعا إن شاء الله جماعة النهاردة نتكلم عن الأفعال الناسخة من الوحدة الثالثة تعالوا كده نشوف هنتكلم عن إيه الأفعال الناسخة في النحو الوحدة الثالثة ممكن حضرتك تكون سمعت الإسم دابلي كده الأفعال الناسخة ودي عبارة عن درسين في النحو درس اسمه كان وأخوتها ودرس اسمه كادة وأخوتها تعالوا كده عشان ما نضيعش وقت ندخل على عطول أهو النهاردة هنتكلم في إيه أهو النهاردة هنتكلم في أول واحد اللي هو كان وأخوتها طيب أكيد أنت دلوقتي بتسمع في عقلك أخوت كانة اللي أنت خدتهم وأنت صغير تعالوا نفتكر كده إيه أخوت كانة قول كده صح كان أهم كان وأصبح وأضحى وأمسى وظلة تمام وباتة وصارة دول كده اسمهم إيه؟ اسمهم كلهم أخوت كانة بس استندا دا لسه في تاني عندك بقى ليس وعندي كمان ما دامة وأكيد عندي ما زالة وما برحة وما فتئة وما انفك تمام المفروض أن أنت بالوقتي بقى هتشغل كده عقلك وتحاول تحفظ دول تعالوا كده نقولهم تاني بسرعة كان أصبح أضحى أمسى ظلة باتة صارة وليس وما دامة وما زالة وما برحة وما فتئة وما انفكة دول اسمهم إيه اسمهم كلهم أفعال نسخة بس هو أنا بقى يا ترى أنا كاتب دول ليه لوحدهم ودول ليه لوحدهم ودول كده برضو لوحدهم قالك أول حاجة دول الأفعال اللي قالين دول بيجي منهم الماضي وبيجي منهم المضارع وبيجي منهم كمان الأمر نقول تاني نقول تاني الأفعال اللي قدامك دي كان أصبح أضحى أمسى ظلة باتة صارة ينفع يجي منهم الماضي والمضارع والأمر هتقول لي يعني إيه يعني مثلا لو انت بتقرف كطعة نحو أو مثال نحو هتلاقي كانة موجودة بس ممكن تيجي يكون أو نكون وممكن كمان تيجي يكون آه يعني دي تنفع تيجي ماضي ومضارع وأمر آه ينفع الشواء اللي فوق دول طب دول قالك لأ دي بقى ليس دي اسمها فعل جامد هتقول لي يعني إيه فعل جامد فعل جامد يعني فعل له صورة واحدة يعني هو ليس مش هيجي في أي حاجة غير بقى تلاقي شكله ليس مالوش بقى ولا مضارع ولا ليه أمر وبرضو نفس الكلام في مدامة يبقى أنا عندي إن ليس هنا اسمه فعل إيه قالك فعل جامد طب وشوية دول اسمهم أفعال إيه دي أفعال متصرفة هتسألني يعني إيه متصرفة يعني بيجي منهم ماضي وبيجي منهم مضارع وبيجي منهم أمر أما الاتنين دول لأ هي مدامة إنت هتلاقيها مدامة بس مش هينفع يجي منها مثلا أمر فسموها في النحق فعل جامد غير متصرف يعني طب اللي تحت دول قالك لأ دول بقى ممكن يجي منهم الايه الماضي عادي خالص وممكن يجي منهم المضارع طب إزاي يعني أقولك إزاي هنا مكتوب إيه مازالة صح ممكن تيجي لا يزال يجي منها المضارع آه ينفع تمام يبقى إحنا كده أول خطوة عرفنا إن دول بيجي منهم الماضي والمضارع ليس مدامة دول أفعال جامدة كان أصبح أضحى أمسى ظل باتة صار دي أفعال متصرفة وكلهم اسمهم أفعال نسخة طب خلاص تمام تعال بقى نعرف الأفعال دي بتعمل إيه يعني في الجملة الإسمية بص كده بقى وركز معي أنا دلوقتي لو جيت قلت مثلا يا أسد المعلم مخلص بص كده على الجملة دي المعلم إيه؟ المعلم مخلص هي مش دي كده جملة إسمية آه أكيد دي كده جملة إسمية عشان هي بتتكون من إيه ومن إيه فتيكر كده دي مبتدأ ومخلص دي إيه؟ قالك مخلص دي كده خبر المعلم ماله مخلص يا مخلص دي كده خبر صح؟ تعال بقى نجرب لو واحدة من دول فعل يعني من دول دخل على الجملة دي هل الجملة دي هتفضل مبتدأ وخبر ولا هتتغير تعال كده نجرب لو أنا مثلا قلت أصبحة يعني أنا دلوقتي عايز أدخل أصبحة أهو أصبح المعلم مخلصا تمام تعال بقى نشوف كده الإعراب هيفضل مبتدأ وخبر ولا هيتغير أصبحة دي لما دخلت على المبتدأ خلاص ما بقى شخصه مبتدأ وما ليه بقى المعلم هنا إيه قال لك بقى اسمها اسم أصبحة هتقولي ما الكلام ده أخد نفسها لسالة تبتدائي عارف فيه جزء قديم وفيه جزء جديد يبقى المعلم دي اسمه أصبحة تمام طب ومخلصا اللي كانت هناك خبر مرفوع قال لك لا بقى اسمها خبر أصبحة بس إيه بقى منصوب آه يعني أنا دلوقتي عايز أقول هل أصبحة ده سابق جملة زي ما هي مبتدأ وخبر ولا لما دخل غير الجملة المبتدأ بقى اسمه اسم أصبحة والخبر المرفوع بقى اسمه خبر أصبحة منصوب غير يعني صح وطبعا أنت أكيد عارف أن هنا لو مكتوبة كانة كانت تبقى اسم كانة وخبر كانة مش كله إيه اسم أصبح قال لك عشان كده سمينا أصبحة دي بقى إيه بقى بص كده أنا هكتب إيه فعل ناسخ آه سميناها فعل ناسخ لإن هي نسخة الجملة هتقولي يعني إيه بقى نسخة الجملة يعني غيرت أعربها يعني الأفعال النسخة اسمها أفعال ناسخة لأنها تقوم بتغيير الجملة بتنسخ الجملة يعني إيه تنسخها يعني اتغير إعربها زي ما أنت دروقتي شفت المبتدأ اتغيره بقى اسم أصبحة والخبر المرفوع بقى خبر أصبحة منصوب فعشان كده في النحو سمينا الأفعال دي أفعال ناسخة لأنها تنسخ الجملة الإسمية وتقوم بتغيير إعربها يبقى احنا كده خلاص عرفنا هي ليه اسمها أفعال ناسخة طب ركز معي زائد خبر صحي كده بس أنت برضو خدت إن أي جملة بقى فعلية بتتكون من إيه من فعل زائد فاعل ساعة بيجي مفعول دي وساعات لا لكن دول كده الركنين اللي هم إيه الأساسيين اللي هو الفعل والفاعل صحي كده طيب تمام مش أصبحها ده فعل آه مفتر ده أصبحها ده فعل هل جيب عادي فعل لأ مجهاش طبعا مع دي فعل ده جيب عادي إيه اسمها أصبحها وخبر أصبحها مجهاش فاعل يعني فيه ركن ناقص آه فعلا فيه ركن ناقص اللي هو الفاعل فعشان كده بقى بتغنحه وكمان تسموها إيه قال لك خلاص هنقول على أصبحها ده فعل لنسخ إيه بقى اسمع كده ناقص فعل لنسخ ناقص يعني إيه بقى ناقص ناقص لأن الفعل فيه ركن أساسي بيجي بعديل اللي هو الفاعل والفاعل مجهاش فكده الجملة ناقص منها ركن فسمناها أفعل ناقصة لأننا عارف أنت حافظها بس فعل ناسخ ناقص طب ما تفهمها النظام الجديد بقى لازم تقفهم كل حال تمام فأنا دلوقتي خلاص وضحت لك يعني إيه فعل ناسخ فعل ناسخ يعني الأفعال دي كلها خلي بالك أنا بتكلم على كل دول مش كان بس كل دول كده اسمها أفعال ناسخ يعني إيه أفعال ناسخة يعني بيدخلوا على الجملة الإسمية بينسخوها يعني بيغيروا يعني أعربها تمام طب يعني إيه بقى مستر الأفعال دي أفعال ناقصة ناقصة يا بابا يعني ما بيجيش بعدها فاعل بيجي بعدها اسم وإيه وخبر لكن هي ناقصة منها الفاعل خلاص كده طب تمام تعال بقى نشوف حاجة هو الاسم كان ليه صور يعني ليه أشكال يعني يعني حالي دوقتي نتكلم عن إيه أشكال أو صور اسم كان على كده نقولها كده إيه بالراحة وركز معها عشان تفهم لو أنا جيت قلت مثلا كان الرجل فقيرا وكنت فاصلة وكنت وساعده فأصبح غنيا شايف كده حضر لك المثال ده تعال كده إيه نتكلم فيه كده مع بعض بالراحة فيه قدام يعنيك أفعال نسخة في المثال ده ها آه فيه كان صح كده وفيه هنا برضه كنته هتقول لي دي مش مكتوبة هناك لما أنا إيه لك إن كان متصرفة بتيجي بكذا شكل وفيه صح جميل وفيه كمان إيه عندي أصبحها يبقى أنا كده عندي كم فعل نسخ ثلاثة نمسكهم واحدة واحدة مين اللي كان الرجل يبقى رجل دي كده اسم إيه اسم كان هنا اسم كان ظاهر يعني إيه بقى ظاهر يعني إنت شايفه بعينيك كلمة معربة اللي هو الرجل دي ظاهرة قدام عناي خلاص تمام وكنت أساعده إيه دا استنى بقى التأدي إيه قال لك ما هي التأدي هي دي كده اسم كانة ما أنا كاتب المثال دا ليه عشان أعرفك إن أي ضمير يتصل بكانة وأخواتها يبقى إيه يبقى إسمه يعني يا مستر دلاتي أنا عايز أعرف الته أعرفها إزاي أقول ضمير ما أنا عارف إنه ضمير ولا أقول عليها اسم كانة لاتنين هتقول ضمير مبني متصل في محلة رفع اسم كانة نقولها تاني بدأ يعني ما ينفعش إن انت تقول لي إيه اسم كانة على طول لا دا هي أصلا ضمير انت خدتها في إيه في ابتدائي قال لك خلاص هتقول لاتنين هتقول ضمير مبني متصل متصل يعني إيه يعني لازق في الكل مش منفصل ما هتها إيه فعلا لازق في كان يبقى فعلا ضمير مبني متصل في محلة رفع اسم كانة وساعده ده الخبر آه يعني كده مستر اسم كان ممكن يجي اسم ظاهر وممكن يجي ضمير آه خلي بالك بقى بص فأصبح غنيا أصبح أصبح أنت ولا أصبح هو إيه اللي لايق أكتر فأصبح هو غنيا اللي هو يعني بتعود على الرجل صح يبينك كمان اسم كان ممكن يجي إيه ممكن يجي ضمير مستتر يعني أنا كده وضحت لك إن اسم كان ممكن يجي ركز بقى معي اسم ظاهر أو يجي ضمير متصل أو يجي ضمير مستتر يعني انت اصلا مش تبقى شايف زي ايه جملة اكيد يعني انت تعرفها كن مكتهدا كن قويا طب ما تعرفها كن دي اللي هو الفعل الناسخ فين بقى اسم كن اكيدش مكتهدا وما لقى ايه كن انت يبقى هنا اسم كن ضمير مستطر تقديره انت ده كده تقريبا اشكال اسمك طب هو الخبر بتاع كان ليه اشكال تعال كده نبص برضه على ايه على اشكال بقى الخبر قالك بص الخبر ليه اكتر من شكل قال لي والله ممكن يكون خبر مفرد وممكن يكون خبر جملة اسمية تمام وممكن يكون خبر جملة فعلية وممكن يكون خبر شب جملة تعال بقى ايه يالله ناخد امثلة عشان نفهم الكلام الغريب اللي انا كانت بقى ايه طيب يعني يا شباب خبر مفرد قالك اقرأ كده الجملة دي لو انا جيت قلت مثلا كنا مخلصين في العمل فين يا بابا الفعل الناسخ هتقول لي كان فيها ضمير كنا اه يبقى الضمير ده ده في محل رفع اسم كان خلي بالك برضه بتيجي في الامتحانات كتير كانوا ما هيبقوا الجماعة دي يا بيه في محل رفع اسم كان طيب كنا ايه مخلصين يبقى مخلصين ده الخبر بتاع كان صح ده بقى نوع ايه مفرد ما تجيش انت تقول لي ده خبر مستر جمع ده مخلصين ده جمع ده ناس كتير مخلصين لا هو اسمه خبر مفرد لانه هو اسم واحد حتى لو كان الاسم جمعة او مسنة خلاص في احنا كده خلاص عرفنا خبر مفرد طب عايزين نعرفه نقول ايه نقول خبر منصوب خبر طبعا كان منصوب بليه تمام طب ايه بقى خبر الجملة الاسمية ده لو انا مثلا جيت قلت ايه اصبح المعلمون افكارهم متجددة جميل اوي بص يا بي امشي معايا واحدة واحدة الجملة اللي قدام عنيك دي فيها فعل نسخ واحد قاعد دلوقتي يقول لك يعني ايه فعل نسخ يعني الافعال اللي قدامك دي اللي هو بينسخ الجملة اللي هو بيغير اعربها اه فعل اصبح تمام المعلمون تتعرفين اسمك انا لا اسمه اصبح اكيد ما قابلها اصبح تبقى اسمه اصبح مرفوع وعلامة رفع الضمة ولا الواو لا ده ده جمع مذكر ثالم ايه بقى الواو صح اصبح المعلمون ما لهم بقى لو انا قلت اصبح المعلمون افكارهم ما فهمتش حاجة طب اصبح المعلمون متجددة برضو ما لهاش معنى قال لك خلاص يبقى كلمتين يعني خدهم قول عليهم ايه خبر جملة اسمية لان خبر جملة اسمية بيبقى كلمتين بس الهزم طبعا زي ما انت عارف بقى في ضمير كده في النص اللي هو الرابط ده ده كده خبر جملة اسمية طب هم قال ايه خبر جملة الفعلية لو انا جيت قلت مثلا باتا الحارس يحرس العقار ها فكر كده هتلاقي ان فعلا باتا من ضمن الافعال النسخة الحارس اسم باتا مرفوع علامة رفع وضم يحرس العقار باتا الحارس ايه يحرس العقار مش دي كده حضرتك جملة فعلية اه يبقى الجملة الفعلية دي كده برضو ده كده اسمه ايه خبر جملة فعلية هقول لك هتعريبه ازاي كمان شوية طب الشاب الجملة ده اللي هو ايه اللي هو هتلاقي بعد اسم كان جر ومجرور او ظرف زي مثلا بص كده ما زالة ما هي ما زالة دي من اخيات برضو كان ما زالة الجندي في المعركة يعني لسه مستمر ما هي دي افعال دي بتدل على الاستمرار ما زالة الجندي في المعركة تعالى كده نعربها الجندي اسمه ما زالة طب ما زالة دي همستر ايه قالك ما زالة دي اسمها فعلي ناسخ ناقص ناسخ قلناها كتير ناقص يعني ناقص يجي بعدها فعل فعل مش موجود جي بعدها اسمه خبر فين بقى الخبر ما زال الجندي ما فينش أحاك ما له يعني في المعرق يبقى هو اللي فاهمني هنا في المعرق لو الخبر جي حرف جر أو ظرف بنقول عليه خبر شبه جملة طيب جميل بدا كده خبر شبه جملة أعربهم إزاي بقى بص بقى وبركز في اللي أقوله الخبر ده الوحيد المفرد ده الوحيد اللي هتقول عليه منصوب يعني أنت لو قابلك جملة فيها خبر مفرد هتجي تعرب الخبر تقول عليه خبر كان مثلا منصوب خبر أصبح منصوب مش عاد خبر إيه منصوب تمام ده وده وده هتقول في محلة نظب هتقول إيه في محلة نظب يعني كل أنواع الخبر بتاعتنا وإخواتها بتقوى في محلة نظب إلا الخبر المفرد برضو مش فاه أقولك بالراحة يعني أنت لوقتي عايز عارب الجملة دي أصبح فعلي ناسخ نقص معلمون اسم أصبح مرفوعة باللواو أفكارهم متجددة بقى لما أجي عاربها وليه أقول الجملة الإسمية في محلة نظب خبر أصبح أقول هنا الجملة الفعلية في محلة نظب خبر باتا إيه ده يعني يا مصر منفعش أقول يا حرص العقار خبر باتا كده منصوب غلط طبعا لازم يقف في محلة نظب هنا مثلا وإنت في ربع بتدير كنت بتقول في حرف جر ومعركة اس مجرور صح إنت ما كنتش بتعلم غلط لحاجة وصح بس الجديدة هتقول إيه في حرف جر ومعركة اس مجرور اللي هو أنت بتقول عليهم جر ومجرور في محل نظب خبر ما زاله طيب كل ده برضو حاجات إيه ممكن نكون إنت عارفها أشكال خبر بس في نقطة مهمة جدا بقى وبتيه كتير في الامتحانات بص الجملة دي لو أنا جيت قلت مثلا إيه كانت في ودي طبعا جملة مهمة كانت في الأرض كنوز أو مثلا لو جيت قلت إيه أصبح للإنسان أهداف أو مثلا جيت قلت صارة عندنا خير ركز بقى معي عشان دي جمل بتيه كتير مش دي هدني كده فعل ناسخ وده فعل ناسخ وده برضو فعل ناسخ بص بقى أول ما تلاقي الفعل ناسخ جي بعده جر ومجرور أهو جر ومجرور اللام دي حرف جر برضو جر ومجرور أو جي بعد ديه ظرف ما عنده ده ظرف تمام اعرف إن الجملة دي فيها تقديم وتأخير هتقول لي يعني إيه تقديم وتأخير اللي هو أنت نسميه قصر في البلاغة تمام أصل الجملة دي إيه كانت يا مين اللي كانت كنوز في الأرض بس هو عمل إيه بقى شال كلمة كنوز دي بدل ما كانت هنا أم جاي مؤخرها وأقدم الخبر قدام يعني أنا عايز أقول لك إن كنوز هنا اسم كان مؤخر كنوز إيه اسم كان مؤخر ليه يا أستاذي ما أصل الجملة كانت كنوز في الأرض آه يعني هو جاب الاسم أخره والخبر الشبه جملة ده والدق الده طب هنا نفس الجملة برضو بص أصبح للإنسان أهداف يجي يحط لك خط يقولك يعرف كلمة أهداف اسم أصبح مؤخر ليه ما هي أصل الجملة أصبح أهداف أو أصبحت أهداف للإنسان طب هنا صار عندنا خير هي أصلاها صارة خير عنده وهكذا فالموضوع ده مهم قوي اللي هو بتاع التقديم والتأخير جميل طيب دلوقتي إحنا تكلمنا إلى أفعال النسخة وعرفنا يعني إيه نقصة صح حتة بقى اللي جاية هي دي صلب الموضوع وهي دي مهمة قوي كمان طيب ركز بقى في اللي هنعمله عشان تفهم اللي احنا هنقوله الأول هفكرك بحاجة يعني إيه فعل نقص بص كده المثال ده لو أنا جيت قلت مثلا كان المعلم سعيدا ماشي بص بقى الجملة اللي جنبها دي أنا هكتب فيها دخلنا الفصل فكان المعلم وسكت ركز بقى معاي فيه هنا فعل نسخ قدامك أه كان فعل نسخ تمام طيب وهنا برضو فيه كان فعلا هي صح كده قالك بص بقى اعرف كده كلمة المعلم هتقولي اسم كان مرفوح صح طيب وسعيدا خبر كان منصوب ونقول الخبر هنا مفرد صح فيه فعل في الجملة دي ما فيش ده جيه اسم كان وجيه خبر كان عشان كده سمينا كان دي بقى أستاذ فعل ايه ناقص صح طيب بص هنا بقى دخلنا الفصل فكان المعلم فيه خبر ما فيش خبر صح أصلا هنا كان بمعنى كان لو انت زاكي كده وركزت هتلاقي كان هنا مش مقصوب بيها كان بص بيقولك ايه دخلنا الفصل فكان المعلم يعني وجدنا يعني المعلم يعني دخلنا الفصل فكان المعلم اي وجدنا وجد المعلم ركز بقى لو كانوا أخواتها جد بمعنى وجده لو كانوا أخواتها جد بمعنى وجده أو حصل أو حدف وما لقيتش خبر اعرف ان كان هنا اسمها كان تمه عارف بقى يعني ايه تمه يعني جيه بعدها فاعل عادي خالص فعشان كده سميناها كان ايه تمه يعني كانت تمة هي اللي بيتم المعنى فيها أو بيها من خلال الفاعل ده ده بقى أصلا ده موضوع الدرس اللي هو أني أنت تبعى عارف إيه الفرق ما بين كان النقصة وكانت تمة لسه مش فيها ركز في الأمثلة دي بص كده الأمثلة دي هتفهمك أوه لو أنا جيت قلت مثلا يصبح الجو لطيفا حيث تكون الأشجار جميل أوه تعالي نمسك كده مثال ده كده واحدة واحدة فيه قدامة عنيك أفعال نسخة آه يصبح ده فعل ناسخ صح كده وتكون ده برضو فعل ناسخ صح طيب يصبح إيه الجو فالجو دي تعارب إيه تعارب إسم أصبح أو إسم يصبح يصبح ماله بقى يعني هيبقى شكله عامل إزاي الجو لطيفا يبقى لطيفا دي إيه خبر أصبح مش يابني هنا الفعل الناسخ ليه إسم وليه خبر آه فعلا دي إسم وليه خبر لكن مالوش فاعل ناقص منه الفاعل يعني أي فعل بيقالي فاعل هنا الجملة ما فيقاش فاعل فقالك ده خلاص هنسميه فعل ناقص كمل بقى إرأيه كده يصبح الجو لطيفا حيث تكون الأشجار هو قصد يقول إيه حيث توجد الأشجار يعني آه يعني هنا كان ما جاتش بمعنى كان في زمن الماضي مش حيث تكون لأ هو قصد يقول حيث توجد الأشجار والمعنى تم ولا المعنى ما تمش المعنى تم صح؟ فعشان كده قالك هنسمي تكون هنا فعل إيه تام عشان كده هنقرب الكلمة اللي بعد الفعل التام دي اسم كانة؟ لأ خبر كانة؟ لأ برضو ده أنت لازم يا أستاذ تعريبها إيه فاعل ده بقى يعلمك إيه؟ إنه مش أول ملاقي كان وأخواتها يبقى أكيد ده مصر الكلمة اللي بعدها دي إما اسم كانة إما خبر كان لأ ما هي ممكن كانة تكون تامة واللي بعدها فاعل طب اللي مفهمش يركز في المثال اللي جاي هتفهم أكتر بص بيقولك إيه؟ يظل التاجر يسعى يظل التاجر يسعى مادام الربح طب اقرأ كده مع نفسك وحاول أنت تفكر يظل يظل التاجر يسعى مادام الربح تمام؟ في هنا يا أستاذ فعلي نسخ لأ ده عندي اتنين مش واحد أدي يظله ودي مادامه تمام؟ يظل ده فعلي نسخ آه طب مين اللي بيظل؟ التاجر إبقى التاجر دي تتعالي بيه؟ اسم يظل طب يظل التاجر إيه؟ يسعى يسعى دي إيه؟ خبر يظل واحد قعد دلوقتي يقول لي طب ما يسعى ده مستر فعلي مضارع أنا عريبه فعلي مضارع ولا عريبه خبر يظل ما أنت هتقول فعلي مضارع في محل نصب خبر يظل مش أنا هنا ما كنا بناخد هنا قلت لك كل الخبر بييجي في محل نصب إلا المفرد ده أصلا خبر جملة فعلي صح؟ فهتقول في محل نصب تمام؟ يظل التاجر يسعى ما دام الربح؟ استنى انت عارف هنا ما دام هنا اللي هي مقصود بيها حيث يوجد الربح يعني هو بيفضل اشتغل طول ما الربح موجود المعنى تم آه بص بقى لو أنت عايز تعرف كان دي أو كان وأخوات نقصة ولا تم هتعمل إيه؟ هتسأل نفسك حاكتين فيه يا ابني خبر؟ لا مفيش مفيش خبر تاني حاجة جات هنا بمعنى وجدة أو حدثة آه يبقى الكلمة دي كده تعرف فاعل كلمة الربح دي بتقارب إيه؟ فاعل طب وما داما دي كده تعرف إيه؟ فاعل ناسخ بس تام ده كده تام يبقى ما داما دي فاعل تام طب نصعبها سنة لو أنا جيت قلت بيتنا ساهرين حتى أضحينا بص كده حضرتك على الجملة دي بيتنا ساهرين حتى أضحينا تمام الجملة اللي قدامك دي فيها حاجة من ضمن الأفعال الناس خليه أنت خدتها من أخواتك أنا آه فعلا فيها إيه؟ فيها باتة وفيها كمان أضحى أهيه بس خلي بالك أنا عايز أقول لك حاجة باتة أهيه وأضحى أهيه ها؟ تمام بيتنا ساهرين فيه هنا خبر آه ساهرين ده أنا عايز أقول لك ده فيه ناس بيغلطوا كتير قوي وبقولوا عليها حال ليه؟ يقول لك يا مستر كيف بيتنا؟ ساهرين يبقى ده كان حالنا يبقى حال منصوب بالياء لأ غلط ليه بقى؟ لأن ساهرين هنا فيه قبلها فعل ناسخ فهو عاي تقول عليها حال تقول عليها خبر باتة طب يا مستر هم قال فين اسم باتة؟ ركز كده؟ مش أنا قلتلك إن اسم باتة أو اسم كان لو جي ضمير زي النادى كده أو الواوة أو الجماعة أو التا أو الكلام ده بنقول عليه في محل رفع يعني بص باتة فعل ناسخ نقص ليه نقص؟ للي ما فيه بعده فاعل ده فيه اسم وخبر طيب والناه ضمير مبني متصل في محل رفع اسم باتة طب وكلمة ساهرين دي ساهرين دي هتبقى خبر باتة خبر مفرد فهنا بقى المفرد بص ركز معيه المفرد أناقول منصوب على طول يبقى ساهرين خبر مفرد منصوب بالياء؟ حتى أضحينا هنا يا أستاذ فيه خبر لا وأصلا أضحى بمعنى حدثة أو وجدة بص بقى هتقولي هتقولي أن أضحى دي اسمها فعل تام طب والنادي بص ما هو الفعل التام بيجي بعده فاعل ما يجيش بعده اسم مالهو تم ليه؟ لأن المعنى بيتم بوجود الفاعل لأن الجملة الفعلية هو أخدر حقها بالكامل فعل وفاعل يبقى النادي تتعريبه في محل رفع اسم ايه؟ اسم أضحى ماشي؟ يبقى أنا دلوقتي كده عرفت يا جماعة بسرعة بقى تاني أنا دلوقتي كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم عن الأفعال النسخة ده طبعا لسه كادة وأخواتها هنتكلم عليها دلوقتي بس قبل ما مسح بقى كانة قلنا أن كانة وأخواتها دي ايه؟ مراجعة كده مع بعضها بسرعة أهم احفظهم بقى كده وانت قاعد كان أصبح أضحى أمسا ظل بات سارة دول كلهم بيجي منهم الماضي وبيجي منهم المضارع وبيجي منهم الأمر أما الاتنين دول ليس وما دامة قالك دي أفعال جامدة يعني هي مشا يتغير شكلها أبدا طب ودول اللي تحت الماضي والمضارع حد فاكر بقى الخبر كان إيه؟ مفرد وجملة إسمية يعني إيه جملة إسمية يعني كلمتين وفي ضمير طب يعني إيه جملة فعلية يعني الخبر بيبقى فعل طب يعني إيه شبه جملة يعني الخبر بيبقى حرف جر واسم مجرور أما الخبر المفرد ده الوحيد اللي أمسك القلم بقول عليه على طول منصوب طيب يعني إيه بقى؟ إيه الفرق بين كان النقصة وكان التمى؟ وضحناها قلنا النقصة بيجي بعدها اسمه خبر النقصة بيجي بعدها إيه؟ اسمه خبر وسمناها نقصة عشان مفيش فاعل أما بقى التمى بيجي بعدها فاعل طيب لو إنت بقى مركز قل لي كده شوف نفسك كده هتعرف تقول لي هنا كان نقصة ولا تمى لو أنا جيت قلت مثلا أشرقت الشمس فكان النور فكان النور ها اعرف كده النور؟ بص بقى فيه تلات اختيارات هل النور هنا اسم كان؟ ولا خبر كان؟ ولا أصلا فاعل؟ مش عارب طيب بص أشرقت الشمس فكان النور يعني وجد النور يعني جي يعني إيه؟ النور فهتبقى كلمة النور هنا فاعل لأن أصلا مفيش خبر وهنا كان هتبقى كان تم زي ألا إلى الله تصير الأمور مثلا فبرضو كلمة الأمور هنا فاعل وتصير فعل تام ده بالنسبة إيه يا شباب لكانة كده هنمسحه وهنتكلم عن نص التاني من الدرس اللي هو بقى إيه؟ اللي هو كادة وأخواتها طيب تعالى بقى نتكلم عن كادة يلا في درس تاني اسم كادة وبرضو ده برضو أقف عن نسخة عشان كده هنقوله النهاردة بالدرس رقم اتنين اسمه إيه؟ اسمه كادة بالداني وأخواتها بص يا أستان كادة وأخواتها دول منظمين شوية عن كانة كادة وأخواتها منظمين شوية عن كانة إزاي يعني؟ قال لك بص بقى كان أخواتها تقسموا ثلاث أقسام في حاجة اسمها أفعال مقاربة خلي بالك هنا بقى في حفز وأفعال رجاء وأفعال شروع طيب إيه اللي أنا بقوله ده؟ بص يا بي كانة وأخواتها لو أنا قلت لك سمعها ممكن واحد يقول لي كانة أصبح أضحى أمسة واحد تاني يقول لي لا أمسة أضحى يعني أنت بتقولهم بمزاجك هنا مش هتقول بمزاجك ليه بقى؟ لأنهم أصلا متقسمين ثلاث أقسام في أفعال اسمها أفعال تدل على المقاربة اللي هي كادة واللي هي كاربة واللي هي أو شكة تمام؟ وفي أفعال تانية اسمها أفعال رجاء اللي هي أو رجاء اللي هي عسى وحرى وإخ لو لق متستغربش من كله وفي أفعال اسمها شروع اللي هي شرعة وبدأ وأنشأ وطفق وحب وجعل وأخذ بص يا أستاذ الأفعال اللي قدامك دي كلها اسمها أفعال برضو ناسخة الأفعال دي كلها اسمها أفعال ايه؟ أفعال ناسخة تمام؟ طيب بص انت برضو عشان لو انت فكر اللي نحو كله فيه لا ما فيه برضو حاجات برضو بتحفظ يعني انت أول حاجة لازم تحفظ الأفعال دي وتعرف ان التلاتة دول اسمهم مقاربة وهو بالعقل كده لو الألم ده قرب يقع كده بس ما وقعش فانا هقول ايه؟ هقول كده للقلم يقع يعني قرب يعني يقع يعني صح؟ فهنا كده كلمة كده أكيد هتفيد المقاربة أما اجا أقول أوشكت أوشكت السماء أنتمتر فياكده وما اضطرتش بس هيقربت يعني فعشان كده سموا التلاتة دول أفعال ايه؟ أفعال مقاربة طيب لو انت بتترجى عسى الامتحانه أن يأتي سهلا وما انت كده بتترجى يبقى عسى أكيد بتفيد ايه؟ الرجاء والكلمتين دول حرة وإخلاولقة بمعنى برضو عسى طيب أفعال الشروع بقى لكتير دول كلهم أصلا بيبقوا بمعنى كلهم بيبقوا بمعناهم بدأ طيب لغاية هنا هتقول لي أيوة يعني الكلام ده بيعمل ايه؟ طب أنا دلوقتي إما خدت كان عرفت إن كان بتدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنسب الخبر طيب ودول نفس الكلام تعال ناخد أمثلة طبعا لطول عشان نفهم لو أنا جيت مثلا قلت إيه؟ قبل بس قبل ما نبدأ كده عايز أقولك على حاجة كل الأفعال اللي أنت شايفها قدامك دي ما بيجوش غير في شكل الماضي بس هم ليهم شكل واحد معادة تنين شايف ده؟ وده دول ممكن يجي منهم المضرع عادي يعني كادة ممكن تيجي يا كاد عادي خالص أما مثلا كربة لا ما ينفعش عسى مش عارف أصلا أجيب منها حاجة طب شرعة بس أنت ممكن تقول لي يا دلوقتي يا مستر ما أنا بشوف عادي جعلة بتبقى مكتوبة يجعل ده هو يا مستر بيجي منها مضرع أي وما هو لو جي منها مضرع تبقى مش فعل ناسخ أصلا تبقى مش تبقى الدرس يعني الكلمات دي كلها الأفعال دي كلها عشان تبقى أفعال ناسخة من النواسخ لازم كلها تيجي في زمن الإيه؟ في زمن الماضي بس إلا الفعلين دول هم دول اللي ممكن يجي منهم مضرع طب ناخد أمثل عشان نفهم يا كادو زيتها أي ضيق يا دي مساء لو أنا مثلا جيت قلت إيه؟ يوشك القمر أن يكتمل عسل امتحان أفهمك دلوقتي أنا بعمل إيه؟ أن يأتي سهلا ممكن نقول أخذ المعلم يشرح الدرس حلو تعال كده نبص يلا على الجمل دي كده مع بعض أول سؤال هسأله لك هل أنت شايف في الجمل دي في أفعال ناسخة من فوق آه فعلا هنا فيه كاده و هنا فيه يوشك و هنا فيه عسى و هنا فيه أخذ صحي كده؟ طيب كل دول اسمهم إيه؟ ده و ده و ده و ده اسمهم إيه؟ اسمهم أفعال ناسخة جميل ركز بقى النبي كده معايا لو أنا هنا كان مكتوب كانة لو هنا كان مكتوب كانة كنت أنت تعرف ديه؟ اسم كانة طيب هنا مكتوب إيه؟ يا كاد هتعرفها اسم يا كاد عادي خالص طيب دي عسى تبقى ديها مستر تاريبي بقى الانتحاني اسم عسى مرفوع ايه ده كده بقى؟ الأفعال دي بتعمل نفس اللي كانة بتعمله يعني مثلا هنا أخذ المعلم طيب المعلم تاريبي اسمه أخذ تقوليش إيه؟ وفي حاجة اسمها اسم أخذ آه ما هي دي الأفعال النسخة بتاعك ده أخواته زي ما فيه اسمه كانة فيه اسم أخذ يعني المعلم دي تاريبي اسم أخذ مرفوع طيب مثلا هنا القمر تتاريبي اسم أو شكة أو الشك مرفوع بتضمه يعني لازم كادة وأخواتها كده يا أخواتي بترفع عادي خلص الاسم اللي بعدها وبيسمى اسمه بس استنى بقى في حاجة في غاية الأهمية حد بص كده يا كد زيتها إيه أن يضيق جميل جد يبقى ده كده الخبر يشك القمر إيه أن يكتمل يبقى ده كده برضو الخبر عسى الامتحان أن يأتي أخذ المعلم يشرح حد بقى ملاحظ حاجة غريبة كده في الخبر الخبر في كل الجمل بص كده معي الخبر في كل الجمل يعني الجملة الأولى دي الخبر أن يضيق أن يأتي يشرح أن يكتمل أنت بقى ملاحظ أن الخبر جي فعلة مضارعة في كل الأمثلة جي فعلة مضارعة بص أهو مضارعة مضارعة كله كله جي مضارعة قال لك ما هو ده الشرط الأساسي في الدرس ركز بقى معي الأفعال دي كلها عشان تبقى أفعال ناسخة لازم الخبر يكون فعل مضارعة استنى هو أنت مش خدت في كانت أخواته أن الخبر ممكن يكون مفرد و جملة إسمية و جملة فعلية و شبه جملة الدرس ده أسهل بكتير لأنه دايماً الخبر لازم يكون جملة فعلية فعلها مضارعة يعني الدرس ده ما ينفعش يبقى خبر بتاعه جملة إسمية ولا شبه جملة ولا حتى يبقى خبر مفرد ده لازم يكون الخبر إيه؟ فعل مضارعة هتقولي طب لو مجاش فعل مضارعة هجب لك بلوقتي أمثلة طب تعالى كده نيعرب يا كد فعل ناسخ ركز كده وجاوب لنفسك ناقص ولا تام ناقص ولا تام فكر في هنا فعل لا يبقى كده الفعل ناقص يبقى كده فعل ناقص خلاص لأنه ما فيش فعل ده زيتوها ده إسم يا كاد ما فيش فعل طب وأني أضيق ده مستر عاربها إزاي؟ عاربها خبر يا كاد إزاي بصت هتقولي هتقولي الجملة الفعلية احفظها هكتب كده معاه في ورقة خبر كده أخواتها ليه إعراب سابت هتقولي الجملة الفعلية فمحل نصب خبر يا كاد طب أني أكتمل أعربها إزاي؟ أقولي الجملة الفعلية فمحل نصب خبر أو شكل عسل انت حنقا يأتي أقولي الجملة الفعلية فمحل نصب خبر عسل طب دعالي نمسك دي كده كويس واحدة واحدة أخذها فعل ماضي أخذها تمام طب يا مستر هو ماضي مبني؟ أه طبعا ما هيه فعل ماضي مبني أنت خدته خدت الإعراب وبنقف تاني عدد الترمي الأولاني أول درس أخذ فعل ماضي مبني على الفتح طب ده فعل نسخ آه بس استنى قبل ما تقول آه بقى روح بص على الخبر لو الخبر فعل مضارع يبقى فعل نسخ آه فعلا هنا خبر جي فعلا فعل مضارع يبقى ده فعل إيه؟ فعل نسخ طب المعلم تتارب إيه؟ اسم أخذها مرفوع بالضم طب يشرح خبر أخذها؟ غلط أمي تقولي الجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذها لكن ما ينفعش تقوله على طول خبر إيه؟ أخذ بس في حاجة كمان معليش تتعب معايا فيها حد ملاحظ مثلا إن أنا في الخبر هنا جبت مع الفعل مضارع أن وهنا مع الفعل مضارع جبت إيه؟ أن برضو بس أنا هنا ما قدرش أحط أن هو أنا بقى بمزاجة حط أن ولا ما حطش أن مع الخبر لا مش مزاجة ده في قعدة أنت لازم تحفظها إيه بقى؟ بص يا أستاذ في حاجة عندنا اسمها اكتران الخبر بأن اكتران الجملة تخد بس ده كلام فاضي كلام سهل اكتران الخبر بتاع كده يعني وأخواتها بأن عارف يعني إيه؟ يعني أنا دوقتي أفهمك إيه الكلمات اللي من دول لازم تجيب معهم أن في الفعل في الجملة وإيه الكلمات اللي ممكن يجي معاها أن قليل وإيه الكلمات اللي بيجي معاها أن كتير ده كلام مهم بص كده احفظ بقى الحطة دي مثلا عايز أحب يحفظ لازم تحفظها اللي هي كادة وكرم عسى وأو شاكر وأفعل بقى الشروع بقى كلها بص يا بي لازم تحفظ الكلام ده اللي التين دول بيجي معاهم أن قدي قالك والله بيقل يعني ممكن تجيب معاهم أن وممكن ما تجيبش بس هي بتيجي معاها أن قليل يعني بص هنا كده في المثال ده كده هتقول لهم مثل طب ما أنت حطت أنا هو أيها مش ممنوع أن أنت تحطه حطه بس هي تجي معاها أن قليل يعني كان ينفع ما تحطش أن طب عسى أو شاكة قالك لا ده بقى بص يا كثر يعني أن بتيجي مع عسى كتير يعني أنا عشان حافظ القعدة دي فقلت عسى بيجي معاها أن كتير فحطت إيه أن هتقولي طب لأنا محطتهاش صح بس قالك هي بتيجي معاها أن إيه كتير طب حراء وإخلاء لقى مش بمزاجك يجب لازم لو جالك مثال فيك كلمتين دول لازم تحط أن في الخبر اللي جاية في غاية الأهمية أفعال الشروع كلها يمتنع هتقولي هو إيه ده بقى اللي يمتنع مش فاهم حاجة يعني أفعال الشروع دي كده كلها لما تيجي تجيبها في مثال ما ينفعش الخبر دي معا أن يعني أنا لو قلت أخذ المعلم أن يشرح الدرسي بأن مثال أصلا غلط غلط ليه لأن أنا حافظ أن أفعال الشروع إيه بيمتنع ها طب ماشي مثال كمان كده عشان نفهم أكتر بمناسبة الأهلي والزمالك ركز كده معا فيه هنا فعل ملأ فعالي الناس خلي قدامك اه فعلا فيه شرعة اهو صح فيه ضمير متصل ايوة فيه فين ده هتقولي ماهديها مستر اسمها ألف الاتنين مهم دول اتنين بتاعت المثامنة يعني فهنقولي أن الألف دي في محل رفع اسم شرعة استنى قبل أصلا ما تتهور وتعمل كده روح بص على الخبر هل الخبر جي فعل مضارع وهو ده الشرط اه فعلا هنا مستر الخبر هوجي فعل مضارع اه لأ خلاص طالما جي الخبر فعل مضارع يبقى أنت كده خلاص هتقول دي اسم شرعة عادي ماشي الأهلي والزمالك شرعاء يتنافسها هدي فعل الناس خلي ودي اسمه ودي الخبر بتاعه ولازم ينجي فعل مضارع طيب الحماسة بدأت تملأ القلوب فيه هنا طب فعل الناس خلي ايوة فعلا فين ده بدأ لو انت حافز بقى المفروض دي بقى انت حافز وده بدأ ده فعل يفيد الشروع ولا يفيد المقاربة ولا يفيد الرجاء بدأ لا ده فعل يفيد الشروع مقهو مكتوب رقم اتنين هناك تمام استنى وانا ليه كتب المثال ده عشان اقولك ان هنا اسم بدأ ضمير مستتر ماهيتام لأ ده الخبر اه يعني اسم بدأ ممكن يجي ضمير متصل وممكن يجي ضمير كده مستتر المهم ان الخبر يبقى ايه فعل مضارع تمام طيب ده كلام مهم بس في بقى حاجات كمان مهمة جدا تعال كده نبص هنا اتكمسان دول والكلام اللي هنقوله ده في غاية الاهمية لو انا جماعة جيت قلت من شوية مثلا انا كنت كاتب اخذ المعلم يشرح اهي اخذ المعلم يشرح طب لو هي جات بقى جنبها جملة بتقول اخذ المعلم ادواته اخذ المعلم ادواته ركز بقى معايا المعلم هنا تتعارب ايه ومعلم هنا تتعارب ايه هتعمل انت ايه بقى بص يا استاذ قبل ما تقول اسم اخذة هو كده كده فيه موحدة اسم اخذة وفيه موحدة فاعل طب انت هتعرف من اين عينيك بقى بص كده معايا روح بص على الخبر مش هنا يا استاذ الخبر جي فعل مضارع اه طالما جي فعل مضارع يبقى ده فعل ناسخ يبقى معلم اسم اخذ خلاص تمام هنا يا استاذ الخبر جي فعل مضارع لا أصلا بقى ده مش خبر ما فيش أصلا فعل مدارك يبقى دي فاعل بص بقى طالما دي ليها اس وخبر يبقى ده كده اسمه فعل ناسخ ناقص أما ده بقى اسمه فعل تام لأن جبعة دي فاعل طب لو أنت ما تفهمتش بص الجملتين دول لو أنا جيت قلت أنشأ المصريون صروحا علمية ركز بقى يلا عشان كده خلاص أنشأ المصريون صروحا علمية تمام؟ واحدة واحدة فيه هنا فعل ناسخ من دول أنشأ ولا المصريون ولا صروحا علمية أنشأ صح تمام؟ حط عنده خط كده أعرف المصريون إيه؟ يا ابني بص عقلك مايفكرش غير في إجابتين يأما اسمه أنشأ يا أما فاعل طب انت هتعرف منين؟ من الخبر لو الخبر جي فعل مدارع تبقى اسمه أنشأ طب تعال نقر كده ما فيش فعل مدارع ما فيش تبقى فاعل يعني المصريون دي كده إيه؟ فاعل ليه؟ عشان الخبر مجاش فعل مدارع طب في الحالة دي أنشأ ده إيه؟ فعل ناسخ تام ليه تام؟ لأن جبعة دي فاعل طب استنى لو أنت بتفكر هتقول لها مصر طب أنا لو أنا عايز أخليها فعل من أفعال الناسخة دي أعمل إيه؟ بص تقول أنشأ المصريون قشطب على دي كده خالص مثلا يطالبون بحقوقه عارف كده إيه اللي حصل؟ دي كتعاليب اسمه أنشأ ليه لأننا جبت لك الخبر إيه؟ فعل مدارع طيب فيه بس حاجة هنقول للمتفوقين بعد كده لو فيه وقت إن شاء الله نحل تدريبات كده مع بعض بسرعة الكلام اللي جاي ده يعني برضو مهم بص كده فيه بقى حاجة بتقول لك إيه؟ قال لك أفعال المقربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع كلهم كده لو جب عدوهم لو جب عدوهم مصدر مؤول هتقول يعني إيه مصدر مؤول هو أنت مش واخد وأكيد عارف يعني أن المصدر مؤول ده ببقى أنزئت فائد مضارع أن يقول أن يشرح أن يلعب أن أي حاجة لو أفعال المقربة دي جيب عدها أنزئت مضارع اعرف أنها تبقى أفعال تامة يعني إيه اللي أنا بقوله بص كده وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم صح؟ فيه هنا فعل من أفعال الناس خلق قدامك آه عسى هو بصى عسى تمام بص بقى دي حتة كده للناس الشطرة أول ما تلاقي فعلا من أفعال المقربة رجاء الشروع جبعة دي مصدر مؤول مصدر مؤول يعني إيه؟ يعني أنه مضارع أول ما تلاقي كده اعرف المصدر المؤول ده فاعل هتقول في محل رفع فاعل تمام وعسى هنا هيبقى اسمه فاعل تام لأن الجملة فيها فاعل وفاعل خلاص تمام تمام ده كده يا جماعة شرح إيه مبسط وسريع للأفعال النسخة المفروض إن شاء الله هنحل دلوقتي تدريباتها مستر أحمد فضل يا مستر محمد فضل يا حبيب تمام يا ريت بقى نستأذر المخرج بتاعنا الجميل يجيب لنا الأسئلة اللي مستر محمد وجهزها اللي تلور بتاعطنا طيب لو هنبص كده يا جماعة على الأمثلة اللي معنا دي أول مثال بيقول إيه إذا ظل الإنسان صابرا شاكرا كان الفرج تمام أول جملة هي الإنسان بص بقى أحسن طريقة حضرتك تعمل إيه ما تبصش أصلا إنت على الاختيارات إنت عمل إيه أربع اختيارات هالغبطوك إنت اعرف إنته في دماغك وروح اختار ظل الإنسان صابرا آه يبقى الإنسان اسمه ظل وصابرا دي الخبر كان الفرج كان هنا بمعنى وجده أو حدث أو حصل ومجاش خبر يبقى هنا كان تم يبقى الفرج إيه زي ما أنت قلت كده فاعل يبقى الاختيار بتاعنا يبقى أول واحدة اللي هي اسمه ظل وفاعل طيب انزع الجملة اللي بعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أن أصلي حتى كادة الشمس أن تغرب دي عايزة واحد حافظ بقى بيقولك إيه حكم اكتران خبر الناس غبئن يعني أن بتيجي مع كده قد إيه اللي احنا كنا كبين على الصبره من شوية ومسحناها انت بقى مفروض تكون ساعة أحفظت فهتبقى فاكر أن كادة دي بييجي معها أن أولي يبقى الإجابة رقم جيم اللي هي قل يعني طيب ميز الصواب للكلمتين اللتين تحتهم خط عسى الساعينة في الخير موفقون الكلمة دي غلط والكلمة دي كمان غلط طب الصح بتاعهم إيه ما هو أنت خدت أن عسى دي من ضمن الأفعال النسخة فيبترفع اللي بعدها يبقى أكيد هتبقى الساعون طيب وبرضه خدت أن الخبر بتاع كادة وأخواتها لازم يكون فعلا مدارع يبقى أكيد الإجابة هتبقى رقم دال ليه؟ عشان الساعون وأن يوفقوا وإنت كمان لو أنت مركز قوي أتقول للمستر طب ما أنا ممكن أحلها الطريقة تاني هقول عسى الساعون في الخير يوفقون صح طب مستر ينفع أقول عسى الساعون في الخير أن يوفقوا صح ليه بقى؟ لأن عسى بييجي معها أن كتير فينفع تحط أن وينفع ما تحطش بس أنت بقى خد بالك من حاجة أن الإجابة بتاعت رقم دال دي لما تحط أن لازم تشيل النون يعني ما ينفعش تقول أن يوفقون لا مش أنت حطت أن يبقى تقول أن يوفقوا إمتى تقول يوفقون لو أنت محطتش أن طب المسال الرقم 4 أخذ الاقتصاد ينتعش أخذ الاقتصاد طريقه نحو اللي انتعش حلو قوي الاقتصاد تتعارب إيه؟ بص كده في المسال الأولاني هتقولي ده مش عايز أعرفها ما هو أنت لازم تعرف كلمة الاقتصاد عشان تعرف أخذها دي إيه؟ الاقتصاد الخبر بعدها جيه فعل مدارعة آه فعلا ينتعش ده كده فعل مدارعة يبقى كده كلمة الاقتصاد دي اسم أخذها يبقى أخذ هنا كده فعل ناقص لأن ليه اسم وخبر طب وأخذ الاقتصاد طريقه نحو اللي انتعش لهنا الخبر ما جاش فعل مدارعة يبقى فاعل كلمة الاقتصاد يبقى أخذ هنا فعل تام يبقى الإجابة فعل ناقص وفعل تام يعني رقم دال ندخل على الصفحة اللي بعدها خمسة ليس ودي جملة مهمة قوي ليس أمام مصر من غير ما تكمل إرائي كده ليس ما أنا عايز أقولك برضو على حاجة الده ليس ليس وما فاتئة تمام وما زالة قالك التلاتة دول أصلا بيجوا نقصين بس دي حتة إيه كنا هنقولها وحد نشر طيب أول ما لقي ليسة جيب بعدها كده شبه جملة يبقى أكيد فيه تقديم وتأخير يبقى هنا الاسم كلمة المحافظة طيب رقم ستة تصير الأرض في الربيع امشي معايا واحدة واحدة تصير ده فعلي ناسخ الأرض اسم إيه اسم صارة أو اسم تصير في الربيع أيوة تصير الأرض في الربيع مالها يعني متنزهات جميلة يبقى متنزهات دي الخبر طب ما هو كاتب أصلا الخبر الناسخ في الجملة هو بقى عايز يعرف إعربه إيه هال مرفوع ولا ينفع يبقى الأولى والتانية ولا مرفوعه علامته الألف ولا إيه متنزهات دي انت أكيد عارف إنها جمع مؤنث سالم أخيرها ألف وتائه صح مفردها متنزه قال لك طالما هي جمع مؤنث سالم بتنصب بالكسرة يبقى هتقول متنزهات خبر صارة أو خبر تصير منصوبه علامته بكسرة سؤال رقم سبعة أنشأ المهندس يفكر جميل أنشأ المهندس المشروع الفعل هنا فيه أنشأة وهنا فيه أنشأ اعملها أنت كده لوحدك اعرب كده كلمة المهندس فكر هتلاقي إن المهندس الأولى دي اسم أنشأة مرفوع لأن الخبر جي فعل مضارع أما بقى المهندس التانية المهندس التانية دي فاعل لأن الخبر مجاش فعل مضارع صح؟ فيبقى الأولى ناسخ والتاني متعدي يعني فيه مفاول به اللي هي الإجابة الرقم دي سؤال ثمانية سؤال لطيف برضو انت لو فكرت فيه سهل حدد الجملة التي تعبر عن المعنى التالي رجاء فهم أخيك السؤال رجاء فهم أخيك السؤال لو أنا عايز أخلي الجملة دي تبدأ بفعل ناسخ أكيد عقلك أنت دلوقتي بيفكر في الإجابة جيم أو دال صح؟ اقرأ كده هقول عسى أخوك أن يفهم السؤال ولا هقول عسى أخيك يفهم السؤال قالك فعلا إجابة رقم جيم ليه؟ لأن عسى نسخت اللي بعدها فبقى اسم عسى مرفوع فبقت عسى أخوك أن يفهم السؤال الإجابة رقم جيم تسعة قال الشعر أبيته نجيا خلي بالك بهنا نجيا الناس كتير أو هتروح تختار حال بس هي هتبقى إيه زي ما أنت بتقول خبر أبيته منصوب لأن بات هنا من أخوات كان والتقفى محل رفع اسم بات الجملة العشرة عايزة واحد بيفهم كويس برضو قالك كده الرجل عدوه هسألك أنت سؤال كده هنا أصلا من أفعال النسخة لأ كده وأخواتها؟ لا استحالة ليه؟ لأن الخبر مجاش فعلا مضارع ده هنا بيقول لك كده الرجل عدوه يبقى الرجل هنا التعارب فاعل وطالما فاعل يبقى هنا كده فاعل تام وعدوه طبعا ما فاعل به ودول كده جماعة يعني من إيه؟ من أشهر الأمثلة أو الأسئلة اللي بتيجي في النظام الجديد أحسنت نصر محمد وحلقة من حلقات الممتعة ربنا بارك نتمنى الناس كلها إن شاء الله تباستفادت وتمنياتنا القلبية لكل طول ربنا العزاء بالتوفيق والنجاح دايما يا رب شكرا لك بغنية شكرا